مع بدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسة الأمريكية يواصل المرشحان الديمقراطي والجمهري كاملا هاريس ودونالد ترامب محاولاتهم الحثيثة لكسب مزيد من أصوات الناخبين وآخر محطات تلك المحاولات عنوانها القوى الناعمة حيث قام كل من ترامب وهاريس باللجوء لعدد من المشاهير للترويج لحملاتهم الانتخابية في انتخابات الرئاسية الأمريكية الشديدة التنافسية مثل انتخابات 2024 يصبح الطريق إلى البيت الأبيض محفوفا بالمخاطر والمفاجئات خاصة وأن حسابات المجمع الانتخابي التي تملك الكلمة النهائية قد تختلف عن حسابات التصويت الشعبي وبعيدا عن صقب الساسة واكتذاب الناخبين بالبرامج الانتخابية المعتادة لجأ كل المرشحين لمحاولة أخرى وأخيرة لاقتناص أصوات الناخبين عبر رموز القوة الناعمة ومتابعيهم علها تقلب موازين التصويت رأسا على عقب وفي إطار تلك المحاولة أعرب ترامب ذو الخلفية الفنية السابقة عن شعوره بالغضب بسبب قلة دعم المشاهير له والذين كانوا زملائه يوما ما على عكس المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس التي أعلن غالبية النجوم قرارهم بالتصويت لصالحها بل وقاد بعضهم حملات ترويجية في مختلف الولايات خاصة المتأرجحة منها لكسب أصوات الأمريكيين لحقيبتها الانتخابية في المقابل حرصت حملة ترامب على مهاجمة طيار المشاهير الذين زاروا عددا من الولايات المتأرجحة نيابة عن حملة هاريس وخلال تجمع انتخابي في جرين بي بولاية ويسكنسون حظيت ترامب بدعم كبير من نجم كرة القدم الأمريكية بريد فايفر الذي شارك ترامب في حملته كمرشح جمهوري للرئاسة في الأسبوع الأخير قبل يوم الانتخابات هكذا حدد المرشحان أولويات مختلفة لهم في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية كما حرص نوابهم أيضا على جذب أصوات الناخبين حيث صرح المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيمس بانس بأن التصويت لترامب يمثل تصويتا من أجل تغيير حقيقي وضد احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة أما نائب هاريس تيمولز فقد وصف ترامب بأنه يهتم بنفسه فقط ولا يكترث بما يحدث للطبقة الوسطى أجواء مشحونة واستثنائية تعيشها الولايات المتحدة إبان انتخاباتها الرئاسية أجواء دفعت الناخبين للإعراب صراحة عن قلقهم من الانتخابات هذا العام أكثر مما كانت عليه في انتخابات عام 2020 والتي خسر فيها ترامب أمام الديمقراطي جو بايدن ووسط هذا كله تبقى صندوق الاقتراع هي الحسمة لمعرفة من يقود البيت الأبيض لأربع سنوات قادمة وكيف سيكون شكل الولايات المتحدة في تلك الفترة